من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستزيد جماعة الحوثيين من تصعيد هجماتها على إسرائيل هذا ليس تهديداً يعلنه المتحدث العسكري للجماعة اليمنية وإنما تحذير أطلقه معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في آقاب إطلاق المسيرة يافا على تل أبيب منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أعلن الحوثيون تضامنهم ومساندتهم للمقاومة الفلسطينية واستعدادهم لدخول الحرب باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة واتخاذ خيارات عسكرية أخرى في حال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى جانب إسرائيل في الحرب وأعلن البحر الأحمر محرماً على إسرائيل أو من يتعامل مع موانئها ما لم تكتب تل أبيب نهاية للحرب ومع نهاية أكتوبر أعلن الحوثيون دخول الحرب رسمياً إلى جانب المقاومة في قطاع غزة مع الإعلان عن إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمسيرات باتجاه إسرائيل الحوثيون حددوا ثلاثة أنواع من السفن يعتزمون استهدافها في البحر الأحمر وخليج عدن وهي السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية وبالتزامن مع ذلك نشر لقطات تكشف احتجاز السفينة جالكسي ليدر وعلى متنها 25 فرداً بعد عملية إنزال جوي على متنها باستخدام مروحية هجمات الحوثيين دفعت وزير الدفاع الأمريكي للإعلان في التاسع عشر من نوفمبر الماضي عن تشكيل تحالف أطلق عليه حارس الازدهار لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومع استمرار العدوان على غزة وارتكاب المجازر واستمرار الحصار بحق المدنيين أعلن الحوثيون في التاسع من ديسمبر الماضي منع مرور جميع السفن من جميع الجنسيات المتوجهة من وإلى الموالئ الإسرائيلية ورغم الهجمات التي شنها الطيران الأمريكي والبريطاني على مواقع داخل اليمن لم توقف الجماعة استهدافها للسفن المحددة بل أعلنت بدء استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب وبحر العرب وتوالت الهجمات على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات التي تسببت في وقف العمل تماما بميناء إيلات وإخراجه من الخدمة والإعلان عن تسريح عماله ووصل عدد الهجمات بحسب الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من مائتين قبل الهجوم الأخير بالمسيرة يافا على تل أبيب الذي اعتبره إسرائيليون فاشلا مدويا لأنظمة الدفاع الجوي وإنذارا بانتهاء عصر السماء الصافية ودفع دولة الاحتلال لشن هجوم على أهداف مدنية بميناء الحديدة الذي يعد نقطة دخول حيوية لواردات الوقود والمساعدات الدولية إلى اليمن ومع تواعد الحوثيين إسرائيل برد وصفوه بالعظيم والتأكيد على أنهم أصابوا سفينة أمريكية في البحر الأحمر فإن تقديرات المحللين تشير إلى أن مرحلة جديدة من الحرب ستبدأ وأن ما قبل الهجوم الإسرائيلي على الحديدة لن يكون كما قبله والشهور التسعة الماضية تؤكد أن اليمنيين لم يتراجعوا عن موقفهم المساند لغزة رغم الضغوط الكبيرة التي مورست ضدهم والهجمات الأمريكية البريطانية على بلادهم وتأتي تحذيرات المخابرات الأمريكية من أن روسيا قد تسلح الحوثيين بصواريخ متقدمة مضادة للسفن ردا على دعم إدارة جو بايدن للضربات الأوكرانية داخل روسيا بأسلحة أمريكية لتثير مزيدا من المخاوف من تشابك الخيوط وتقاطعها في المنطقة وتوسيع نطاق الحرب ليشمل الشرق الأوسط برمته ما لم توقف إسرائيل الحرب على غزة